موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن أمر الغيرة الغيرة دعا إليها الشرع لابد أن يكون الإنسان غيورا أولا على دينه ثانيا على عرضه ثالثا على كرامته غيورا على صحته غيورا على بلده ووطنه غيورا على المبادئ الغيرة من الصفات الجميلة التي يتحلى بها الرجل الشهم والمرأة الشهمة الغيرة خلق عظيم يروي الإمام البخاري رحمه الله من حديث أصحابي الجليل المغيرة رضي الله عنه أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لدربته بالسيف غير مصفح السيف المصفح يضرب به مصفحا السيف معروف أن له حد وله جن إذا ضرب بالجنب هكذا فهذا بصفحة السيف يعني ضرب بالصفحة فيقول ضربه به مصفحا إنما إذا ضرب بحد السيف فيقال ضرب غير مصفح يعني ضرب بحد السيف يعني يقصد لو رأى رجلا دخل على امرأته في بيتها قتله وهل الإنسان لو وجد امرأة امرأته دخل عليها رجل يقتله إلا إذا قاتله هو فيقاتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقتله كده مباشرة يقول لك من غيران على عرضي طيب غيران خده سلمه طلق مراتك اعمل أي شيء لكن لا يحل لك قتل هذا الرجل فيرفع أمره إلى القضاء أو الحاكم لكن أنت لست مخيرا في قتله لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن سعد بيتكلم الكلمة دي من منطلق غيره فتعجب الناس زي تقتله هو أنت يجوز لك قتله ها تسلمه خد حقك منه عند الحاكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد هو مش هيعمل كده اللي غيره يعني دفع لها الغيرة أتعجبون من غيرة سعد فوالله إني لا أغير منه لكن ها نلتزم بحدود ربنا إني لا أغير منه والله أغير مني ومنه ربنا سبحانه وتعالى أشد غيرة منا جميعا يبقى إذن إذا كان أشد غيرة إذا كانت أشد غيرة هي غيرة الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم هو أغير البشر يبقى لازم الغيرة اللي عندنا تكون منضبطة بالشر لا تنعدم الغيرة ولا تتجاوز الحدود فالذي لا يغار فهو حمار وهو ديوس يرضى العارة في أهله والذي يتشدد في الغيرة في غير محلها يعتبر شدد على نفسه وعلى غيره بعض الناس لو رأى زوجته خرجت للبلكون حتى لو لبسة محتشمة لا يظهر منها حتى عين واحدة يهيج ويفعل أشياء كثيرة وهذا ليس من الوسطية ليس من الوسطية كيف هتخرج بها في الشارع طيب ولا هتمنح كمان من الخروج إلى الشارع فالوسطية مطلوبة ولا بد أن نغار على أعراضنا وعلى بنات المسلمين جميعا والدعاء الدعاء إلى الله من صدق منهم ينبغي أن يتكلم دائما في ستر عورات المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر من هذين الصنفين نساء كاسيات عاريات يعني كاسية لبسة لكن مجسم عليها كأنها عارية يعرف حجم كل شيء في اسمها فقال صنفان من أهل النار فلا بد أن يتكلم بهذا الكلام بكثرة للحد من التبرج الذي ظهر به النساء في المجتمع أما بعض الدعاء مش كله بعض النوع الدعاء يشتغل بأشياء بعيدة عن الواقع يشتغل بأشياء في الجنة يمكن مش هي اللي بترغب الناس ويشغل نفسه بأشياء وسائب واقع المسلمين المر كان الرجل في عهد موسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه يا قومي من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا أنتوا لما بتتبعوش المرسلين وتتبعوا الأنبياء وتأخذوا بكلامهم إن يكون كاذباً فعليه كاذباً وإن يكون صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم وبيقول لهم المخلفتكم تجر علينا عذاب مين يمنع عننا العذاب دي لو ربنا جابه العذاب يأتي بمعاصي والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله أن يعمهم بعقاب فمين يمنع عننا العقاب لو جيه يمنعه الإصلاح إن الدعاء يجتهدوا في إصلاح الواقع ويتكلموا تجد كثير من المفتين والدعاء كثير منهم مشغول بأشياء لا تفيد الواقع بشيء ولا تصلح في الواقع شيئاً وييجي عند الأشياء اللي مفروض نتكلم فيها إصلاح الواقع ولو بالكلمة يجي بعضهم يتكلم في المحتشمة ويعيب عليها ده زي الخيمة ده مش عارفين ظهرها من وشها ده اللي ربنا أتدرك عليه ويسيب المتبرجة ما يتكلمش فيها فلابد من الكلام في الإصلاح في الغيرة على أعراض المسلمين دول بناتنا دول إيماء الله أمت الله دي غير عليها إبداعية ما كانش غيور يبا مش داعية يعني واحد عريس جاتني الرسالة دي إن حصلت في القطار عريس خد عرسته جلسين في القطار طبعاً فرحان بالعروسة بقى الشاب فرحان بشبابه زي ما بيقولوا والعروسة قاعدة جنبه وباين منها حتة ومخي منها حتة وقاعدين بقى بيتباهوا بعرسهم الجديد في القطار رجل كبير قاعد في الكرسي المقابل لهم فالرجل كبير زي ما يكون نظره ضعيف أو هو اللي بيدعي ذلك فعمال يقرب من جسم البنت دي وعمال إيه ينظر إليها ويعني يدقى في النظر إلى الأماكن العارية فيها فالعريسة عايز يعمل يعني نمرأ قدام زوجته فقال له يا رجل يا شيخ احترم سنك وعيب اللي انت بتعمله فبلاش بدل ما أقول لك كلمتين كده ولا كده شوفوا اللي جاي الرجل الكبير قال له ايه الرجل طلع داعية بس داهية هو داعية وداهية زكي قال له بص يا ابني هو الرجل بيقول له يعني بص قدامك وما تنظرش فيه قال له بص يا ابني لا تقولي بص قدامك ولا بص وراك انت الشيء اللي انت سترف زوجتك ده بتاعك انت والشيء اللي انت معري فيها ده بتاعنا ايه احنا ده بتاعنا ايه احنا انت معري الجزء ده عشان الناس تشوفه فانا بشوف ده بتاعنا ايحنا واللي انت ساتره ده بتاعك اينا بس انك مني نظري ضعيف فعايز اوضت عشان اشوفه يعني بوضوح انبل العريس الناس اعجبت بهذا الاسلوب هو الرجل ما يقصدش ينظر بيدي له درس درس الناس الكبار المحنكين الناس اللي عندهم حكمة احراجه وسط الناس كلها يعني انت طالع بمراتك تفرج عليها الناس هذه هي الغيرة طبعا الولد سكت وبقى يعني كان نفسه ساعتها يعني يرمي نفسه ومراته من القطار لان الناس نظرت اليها باعجاب لهذا الشيخ الرجل العجوز الرجل الكبير طبعا عجوز دي بتقال على المرأة لكن الرجل الكبير شيخ لكنه استخدم اسلوبا زكيا في انه يقول له ايه اللي انت عامله في مراتك ده جئ مع الريئة عشان الناس تتفرج لم لحمك ففيين بنات المسلمين لما تسابقوا في اللبس الفضيع الموضات كل جديد موضة جديدة وتلبس وتتخنصر حوالين لما بقت النساء فعلا مشية كأنها عراية فاين دور الدعاء والغيرة اين الغيرة على محارم الله يا قوم من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا هتسأل عن بناتك ازاي بنتك تخرج متبرجة تخرج مجسامة جسمها كل جزء فيها معبارة عنه بالملابس الضيقة فالغيرة تحتاج منا ان احنا هنخرج للعيدة مش عشان خرجين للعيد عشان ما هو عيد بقى البس بقى كل ما لز وطاب حرام في حلال البس النساء لازم تحتشل لابد من الغيرة على محارمنا نلبس بناتنا ولكن بما يرضي الله سبحانه وتعالى لكن اصبهم بقى يوم عيد يوم عيد نتبرج يعني لكن يوم عيد اعمل المباح لكن التبرج ليس مباحا ولم يبح يوما في الإسلام التبرج ف ام المؤمنين رضي الله عنها عائشة تقول كنت في بيتي في يوم عيد وعندي جاريتان اللي هم الخدم العبيد بيغنوا بغناء بعاث غناء بعاث يعني حرب كتبين الأوس والخزرك فعملين ينشدوا الشعر اللي هو ايه ويضربوا بالدف الدف اللي هو زي الصحن كده بس عليه ما لهش الشخشيخ اللي بيعملوه بيضربوا بالدف بنات جواري مش حرة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل فنام واتجع وحول وجهه فدخل أبو بكر قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عارف ان ده مزمار شيطان لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم لأنهم جواري وبيضربوا بالدف والكلام اللي بيقولوه كلام عن شعر يعني مفيش فيه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا أبو بكر ده يوم عيد سبهم لكن في غير يوم العيد الرسول نفسه ما بيوفيش لدرجة ان أبو بكر قال مزمار الشيطان في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تقول أم الموين عايشة فلما يعني أبو بكر كده ايه غفل عنهم فقالت لهم خرجوا خرجوا بسرعة عشان عملتوا لنا مشكلة ورحت مخرجاهم لي لأن أصل الفعل ده مش منتشر فنقول ايه في الواقع اللي احنا عايشينه النساء العراية والشعور والرقص نسأل الله أن يحفظ الأمة وقال ليعذبنا بما فعل السفهاء منا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة